رفيق درب سيحمد الاتيقة المجددة فيه من طرف خمط الرئيس وأعتبر أنها اتيقة في محلها لأنه له كل تجربة وكل حينكا في تسيير أصعب الظروف فيما يخصني شاكر في خمط الرئيس الاتيقة اللي وضحفية ووصلت لقصر الحكومة كل مهام لازم تنتهي كل مهام لازم تنتهي نهار لنهاء طريد طريد شر طردة هذه نهار قعد 86 يوم رئيس وزير أول ورح له يحياء قال له السعيد رح نحاك ما عرفش ولا يبكي لا يضحك قال له رح تلفزيون بره خلينا ندروا حاجة لتلفزيون فخرج يقول هذا الكلام أجبت لكم هذا المقطع لأنه اليوم هذا ثاني موضوع فيه وعليه ما نشعارف إذا جبت التفاصيل معايا هنا هذا موضوع اليوم قال لك التماس 12 سنة لأويحيا وثمان سنوات في حق سلال وسبع سنوات في حق ملزي وأربع أخرى لأبنائه وستة في حق المدير السابق للجوية الجزائرية بخوش علاش وسبع سنوات لمدير مجمع اتصالات الجزائر وحالة المدير الولاي السابق للصحب الشلف وشراكة على المحاكمة إلى آخره مجموعة محاكمة وكما بلكركم تابعته في محاكمات تتم وألي المحاكمة تتم اللي يشكون هو الرئيسي فيها هو حميد ملزي من هو حميد ملزي؟ هذا أيضا كنت تكلمت علينا في لايبات سابقة خاصة لما اعتقلوا في رمضان 2019 وتعرض إلى تعذيب رهيب جدا جدا يعني صراحة يا اللي ما يعرفوش خلو نشوفوا بالاكرة عننا الصور تاعه هنا إذا ما كانش نتمنى على المساعد أيضا أني بعتلي الصور تاع حميد ملزي إذن حميد ملزي كان هذا ظل لأكثر من وفي حدود 30 سنة وهو المشرف على كلوب ديبا هو المدير انتاعي قامات الدولة في زيرالدا وفي كلوب ديبا كثر من 30 سنة بمعنى أنه نخدم مع قعل العهود من أيام الشاد لزروال نزار العماري بوذياف فعلي كافي قعل كانوا مسؤولين كبار بوتفليقة ومن جاء مع بوتفليقة إلى آخره طبعا التوفيق هو الأساس في كل هؤلاء فكان يقدم لهم كل ما يطلبون طبعا هذاك مقر رسمي مقر فيلات وفي الأصل هذا الفيلات بنيت آنذاك للوفود الخارجية لكي تجي يلقوا ويدروا مؤتمرات دولية تكون هذه الفيلات تعطى للمسؤولين الخارجي وتبقى مغلقة في الوقت الآخر لكن العصابة انتاعنا لأنهم يبدوا بنفسهم فاحتلوا الفيلات وكان يحولوها إلى شبه قصور داخل كلوب ديبا زادوا في أحواج كثيرة زادوا في كلها من أموال شعب جزائري ملزي كان يقدم كل واحد عنده سلطة ملزي مستعد أن يقدم له ما يطلب وما لا يطلب وما تعلمون وما لا تعلمون لكن ملزي مع سقوط بوتفليقة والسعيد سقط سقط وطبعا لأن الجيد صالح كان أنا ذاك عنده حسابات معه وممكن أيضا يريد أن يضع الناس اللي عندهم ثقة اللي عنده ثقة فيهم وهذا دايما كانت بوعز وسيني هو اللي كان يقوله وقايت صالح محدود في العقل بوعز وسيني هو اللي كان يفتيله واش لازم نديره فقال له كلوب ديبا هذا لازم نسيطروا عليه كلوب ديبا رأه ثم تصرى المؤامرات تعال العصابة كلها في كلوب ديبا ولازم تكون احنا عندنا المعلومات وكلش بالفعل سيطروا عليه سيطروا على التلفزيون على الجرائد على القنوات على كلوب ديبا على زيرالدا على كل شيء وبعدين كان لازم نحوه على حميد ملزي ويدو جيبوا واحد اخر مكانه وبعد نشوفوا شكون اللي جابوه يعني ربما نتكلموا عني خطر اخرى فحميد ملزي اللي عنده الان اذا من رمضان 2019 رمضان 2019 كنا شهر ما اذا كان ذاكرة جيدة راهو مسجون عنده اكثر من سنتين وربع شهر باش متهم متهم بمجموعة اتهامات خلينا نختصر لكم بعضها باش من تهوش لان الموضوع طويل متهم انه قام بتحصيل على مشروع بناء مقر اجتماعي للسياز السوشيال متاع الخطوط الجوية الجزائرية وانه داه بدون اجراءات قانونية واللي قدم له هذا الامر هو ويحيى اعطى امر للمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية باش يعطوا بناء لسياز السوشيال يعني نقولها بالانجليزية مرة السوشيال السوشيال المقر هذا خسرت الدولة الجزائرية خزينة الشعب 1500 مليار سنتين 1500 مليار سنتين ونكملش المشروع بالمناسبة ومتهم ايضا من انه ايضا ملزي يعني الابتهامات المؤسسة انه سلال اعطاه باش لانه ملزي هذا عنده شركة اسمها S-I-H بالانجليزي بالفرنساوي S-E-H Société d'investissement ôtélie هي اللي تشرف على club de pan لكن حولها بالرغم انها شركة عامة حولها وكأنها شركة خاصة اصبح يتعامل معها بها شركة خاصة وهي تقوم على اساس انها تشرف تقوم بالادارة الاستثمار والبناء الى اخره في البناء في الغالب كان يجبوا شركات اخرى وما يدو برك المشروع يجبوا شركة صينية داخلها فيها شركة صينية شركة اسبانية معقد الموضع لكن نحاول لاخصولكم ونختصولكم بشوية فيها شركة هذه الصينية اسمها كونج يونج هذه عندما نهبت ورحت فكان ايضا اعطاولها اذا 300 شالي باقامة الدولة في كلوب دي بان اعطالها سلال اعطالها هذا الشركة باش تقوم ب باعادة ترميم وتحسين و300 شالي باقامة الدولة وكان هذا ايضا ضد القانون وكان موضوع اخر وهو انجاز مقر شركة تسمى مشروع سماوه با لك رقم سمعت وتكلمت عليه هدى فرعون با لك نجيب الموضوع هذا با لك وهذا الديتا سنتر كان على اساس ان يكون مشروع توضع فيه الديتا تاع الجزائريين وبالعكس يجيبوه معناها سيليكون فالي يجيبو فيسبوك ويجيبو جوجل ويجيبو يوتيوب ويجيبو امازون يجيبو احطوهم في الاخضارية كما دائرة دوبي مثلا كما دائرة دوحة كما دائرة بلدان يجيبو جزء من هؤلاء ويحطوهم في الاخضارية والاخضارية واللي هي السيليكون فالي تعدزيل ويكون فيها الديتا سنتر وهذا الديتا سنتر تكون فيه المعلومات تعدزيل الفضيحة اللي كشفتها هدى فرعون قبل ما نكمل في الموضوع هذا براك باش منساش اه نعم هاو المساعد هذا هو حميد ملزي لمن لا يعرفه او لمكان الشافو او اللي يريد يبحث على سورتو او طاعا تقدروا دائما تلقوه في جوجل اه طبعا هذا كان نفوذه اقوى من كثير من الوزراء كان الوزراء كان مرات ما يستقبلهمش لان مباشرة عنده السعيد وعنده التوفيق وعنده طارتاج ورئيس الحكومة بقية ما كانش قاعد يستعرف بهم ما عدا اذا كان الوزير نافذ نافذ جدا